السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناتكم قناة ساينس كلاود معاكم ميس اماني محمود غانم ونهارده ان شاء الله سنة 5 هناخد مع بعض ليسون 2 في كونسبت 1 كونسبت 1 في يونيت 2 بيتكلم عن يعني المادة في العالم اللي حوالينا بندرس المادة وطبيعتها وبتتكوهم من ايه فاكتيفتي نمبر 5 عندنا اكتيفتي بسيط كده ان احنا هنجيب 3 تايبس اوف ماتر صولد ليكويد وجاز هنعملهم اوبزرفيشن يعني هنلاحظهم الاكتيفتي اسمه بنلاحظ المادة وبنكتب الخصائص بتاعتها ففي الكنتينر نمبر ايه ده هنحط بلاستيك كيوبس وفي الكنتينر نمبر بي هنحط وفي الكنتينر نمبر بي هنحط سام ستيم هنحط ستيم يعني بخار وهنلاحظ كده وهنلاحظ الثلاث مواد دول الانواع المختلفة بتاعتهم ونكتب الملاحظات بتاعتنا من حيث الشيب والفوليوم والمادة ديت هي لكويد ولا صولد ولا جاز ففي الكنتينر نمبر ايه اللي فيه البلاستيك كيوبس هنلاحظ ان المادة لها المادة بتاعتي لها هاز لها شكل معين شكل محدد شكل ثابت فدفنت معناها محدد او ثابت الفوليوم برضو وقلنا الفوليوم يعني معناها ان هي بتشغل او تشغل جزء وبتاخد حيز من الفراغ برضو البلاستيك هنلاحظ ان هو ليه ديفينت فوليوم يعني برضو ليه حجم ثابت يبقى كده شكل ثابت وحجم ثابت والمادة دي كانت نوعها ايه البلاستيك كيوبس دي نوعها صولد فيه كونتينر نمبر بي عندي الووتر ملهاش شكل ثابت يعني هاز نوع ديفينت شيب يعني ملهاش شكل ثابت او محدد الشيب بتاعها غير ثابت لكن منحس الفوليوم لا الفوليوم بتاعها ثابت زي ما هو طبعا الووتر كانت نوعها انها او الاستيت بتاعتها الليكود استيت الاستيم البخار هنلاحظ ان ليه نو ديفينت شيب ملوش شكل محدد ونو ديفينت فوليوم ملوش برضو فوليوم محدد مهما حطيته في حاجة او مهما كان حجم الكونتينر بتاعي هيمله الكونتينر كله كل ما حطه في كونتينر اكبر هلاقي ان الاستيم بيتمدد وينتشر في كل المساحة الجديدة مهما كبرت او صغرت مساحة الكونتينر بتاعه هيفضل ماليه كله وطبعا الاستيم كانت الاستيت بتاعته هي الجازل دي كده الاوبزرفيشن بتاعتي طيب الاستنتاج بقى او الكونكولوجين بتاعي ايه الكونكولوجين بتاعي ان الصوليدز المواد الصلبة هاف ديفينت شيب ليها شكل ثابت ومحدد ان الصوليدز هاف ديفينت او فكسد برضو يعني ثابت فوليوم اند شيب ليها شكل وحجم ثابتين ليها شيب وفوليوم ثابتين ومحددين اما الليكويدز عندي هاف ديفينت فوليوم ليها حجم ثابت يعني منحيس الحجم فهو ثابت مش بيزيد ولا بيقل حسب شكل الكونتينر لكن الشيب بتاعها is don't have ديفينت شيب لكن ما عندهم شي شكل ثابت بتاخد شكل الكونتينر يعني مثلا لو حطيت الووتر في زيازة طويلة بالشكل ده وسطوانية كده فهي هتاخد شكل الكونتينر هتاخد يعني نقدر نقولها كده بتاخد شكل الكونتينر اللي هي محطوط فيه شكل الاناء اللي هي محطوطة فيه لو حطيت شوية مية فيه كباية بالشكل اللي قدامكو ده الطويلة ورفيعة كده هتاخد شكل الكباية الطويل الرفيع طب لو صبتها في كباية تاني عريضة كده وقصيرة فهتاخد شكلها برضه مع سبات الفوليوم بتاع كمية المية هي هي نفس كمية المية نفس السنتيمتر كيوبس بتاع المية بالزبط هنا لو تلاتة مثلا او سي 100 سنتيمتر كيوبك هتبقى هنا برضه 100 سنتيمتر كيوبك نفس الفوليوم بالزبط بس الشكل بتاعه على حسب الكنتينر اللي هو محطوط فيه ده بالنسبة لمن ده بالنسبة للليكودز طب الجازز الغازات الغازات يعني ما عندهاش شكل سابت ولا حجم سابت لو حطتها شوية الجاز او اللي ستيم بتاعده وحطتهم فيه اه اه امبوبة او وعاء صغير بالشكل ده فهتكون مليا تماما يعني واخد شكله برضه لكن لو جيت مثلا نفختها في بلونة كبيرة كده وحطيت فيها كمية الجاز دوت برضه هتملى البلونة اللي شكلها دائري يعني الشيب هيتغير وكمان الفوليوم هيفضل الغاز بتاعي يتمدد لحد ما يملاه كله ده كده كان بالنسبة للاكتيفتي نومبر فايف الاكتيفتي الاول لو جينا بقى نبص في اكتيفتي نومبر سيكس احنا بنبص اكتر على المتر بتاعتنا الصولد والليكود والجازز اللي معمولين او اساسهم عبارة عن تاني ثينجيز كولد بارتيكالز اللي هي جزيئات التاني ثينجيز او الجزيئات الصغيرة اللي موجودة عندي بتكون المواد بتاعتي عايزين نبص بقى على البارتيكالز اللي بتكون الصولدز والليكودز والجازز عشان نعرف ليه كل واحدة فيهم مختلفة كده عن التاني في الحالات بتاعتهم المختلفة دي بارتيكالز او فول ماترز او ان كونتينيوس موشن حتة دي مهمة جدا حالة حركة دائمة ومستمرة يعني الصولدز ليها جزيئات زي ما احنا نشوف كده شكلها تحت هنا هو بتكون دايما ان كونتينيوس موشن يعني في حالة حركة دائمة ومستمرة ونفس الحكاية الليكودز نفس الحكاية الجازز تعالوا بقى نشوف البارتيكالز اوف سوليد ماتر والفرق بينها وبين البارتيكالز اوف ليكود والبارتيكالز اوف جازز لو حبينا نتكلم عن البارتيكالز اوف سوليد ماتر هنلاقي ايه يا ولاد هنلاقي ان جزيئات او البارتيكالز اوف زا سوليد ماتر ار كلوز تو ايتش ازر قريبين جدا من بعض كلوز تو ايتش ازر يعني جنب بعض قريبين من بعض المسافات البينية ما بينهم صغيرة جدا تكاد تكون ايه معدومة تكاد تكون معدومة they have less energy وعندهم طاقة اقل بكتير او قليلة جدا they move only a little bit بيتحركوا حركة بسيطة جدا وصغيرة يعني حركة بسيطة وصغيرة مش لمسافات بعيدة يعني حركة اهتزازية من الاخر كده الجزيء بيكون قاعد بالشكل ده جنبيه جزيء تاني جنبه بالشكل ده كده بالزبط كل واحد فيهم بيتهز كده على يمينه وعلى شماله على يمينه وعلى شماله vibration حركة vibration مكانهم كده وهم قاعدين في مكانهم بيتهزوا كده يمينه وشمال رايح جاي حركة اهتزازية بسيطة جدا كل جزيء تلاقوه بيتهز كده حتى عامل لكم هنا الشرطتين دول معناها ان كل جزيء بيتهز وهو قاعد في مكانه كده على يمينه وعلى شماله حركة بسيطة جدا وزي ما انتو شايفين كل البارتيكالز close to each other قريبين جدا من بعضهم المسافات البينية بينهم تكاد تكون معدومة اصلا تكاد تكون مش موجودة بتكون صغيرة جدا تكاد تكون معدوم ويه الانرجي بتاعت البارتيكالز less energy طاقة قليلة جدا طاقة اقل من الليكود واقل من الجازستيد اقل من البارتيكالز بتاعت الليكود ماتر ويه البرتيكالز of gaseous matter بتكون البارتيكالز of solid matter in the less energy في اقل طاقة منهم كلهم طيب لو حبينا نبص على البارتيكالز of liquid matter الجزيقات بتاعت الليكود ماتر هنلاقي ايه هنلاقي ان الليكود ماتر have more space يعني جزيقات قاعدة بعيد شوية عن بعضها زي ما انتو شايفين كده في space او اكبر ما بينهم المسافات البينية اكبر شوية they have more energy عندهم طاقة اكبر لان كل جزيق بيبدأ يتحرك بحرية شوية بعيد عن التاني they can move more freely يقدروا يتحركوا بحرية اكبر more freely يعني بحرية اكبر زي ما انتو شايفين اهو جزيقات بتاعت الليكود ماتر بعيدة عن بعضها عندها more energy عندها طاقة اكبر وبالتالي هي بتتحرك حركة اكبر شوية من حركة solid matter المادة الصلبة وده بيخليها بتتحرك بحرية اكبر من المادة الصلبة او solid matter طيب جزيقات المادة الغازية جزيقات المادة الغازية have a lot space عندها بقى فراغ كبير او مسافات بينية كبيرة قوي بين الجزيقات have a lot of energy عندها طاقة كبيرة جدا اكبر طبعا من الليكود واكبر من بكتير يعني بيتحركوا بحرية كبيرة جدا لدرجة ان انا ممكن يعني الكنتينر الصغير ده اللي فيه مسلا كمية محددة من الغاز اول ما افتح الغطى بتاع الكنتينر ده واسيبه في غرفة كبيرة جدا الا ان كل الجزيقات بدأت تنتشر في الغرفة كلها بحرية تامة بدون اي سيطرة عليهم لحد ما يوصلوا ان هم بيملو حجم الغرفة الكبيرة المادة ممكن تتحول من حالة لحالة على حسب كمية الطاقة اللي انا بديها للجزيقات يعني لو انا مسلا عندي المكعب ده بيمثل ايس كيوبس لو المكعب ده عندي بيمثل اه جزيقات من التلج لازقه كده جنب بعضها بدأت اعطها في طاقس حر وديها اديها 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 طاقة فتبدأ تكتسب طاقة ويصبح الطاقة القليلة دي اعلى وبالتالي تبدأ انها تتحرك تتحرك بحرية اكبر وتتحول من السولد لليكود استيت تحول من حالة انها ايس تتحول الى ايه ووتر تتحول لمية بسبب ايه بسبب الهيتنج او التسخين عملية التسخين والحالة دي احنا كده بنسميها ايه ميلتنج او الزوابان وممكن ارجحها تاني بان انا اسحب منها الهيت انرجي دي فترجع تاني لايس تتحول لايس كيوبس لو انا بدخلتها الفريزر مثلا فعمل لها كولنج ابرادها يعني اسحب من الجزائيات بتاعتها الطاقة فقال للطاقة بتاعتها خالص فهتبدأ ان هي ترجع تنكمش تاني وتلزق جنب بعضها وتتحول ليه ايس كيوبس طب احنا قلنا ان الووتر تعتبر ماتر والكوباية اللي انا حطى فيها الووتر الجلاس يعتبر ماتر طب بالنسبة للهيت انرجي اللي انا ادتها ليه الووتر دي وخدتها تاني من الووتر عشان تتحول لايس الهيت انرجي دي تعتبر ماتر لأ الهيت انرجي واللايت انرجي والساوند انرجي كل انواع التقاط دي مش ماتر ولكنها فورمز اوف انرجي صور من صور الطاقة فورمز اوف انرجي يعني صور من صور الطاقة والطاقة شيء والماتر شيء تاني احنا ازاي بنقيس الماتر دي ازاي بنعمل لها ميجرينج ازاي بنعمل لها قياس اول حاجة عندي اللينس الطول لو انا حابة ايس الطول بتاع ماتر بستخدم رولر الديفايز بتاعي بيكون رولر بيكون مصطرة او ميجرينج تيب ميجرينج تيب اللي موجود قدامكو ده اللي هو المتر اللي بنقيس بيه القوضة او السرير او حاجة تكون اكبر شوية لكن لو عايزة ايس الماس فانا بستخدم اه سكيل او ميجرينج سكيل زي الميزان اللي موجود قدامكو ده وفي عندي اشكال كتير تانية من الموازين زي او البلانس سكيل اللي هو اه وعندي برضو سكيل وزبوينتر عندي انواع كتيرة من هنتعرض لها ان شاء الله في الوقت المناسب اهم حاجة عندي تعرفوا ان اه يعني اه زي الطول والماس مصطلحين مهمين جدا ومن الحاجات الاساسية اللي احنا لما بنبدأ في السن الصغير دوة تناخد المتر نبدأ ان احنا هنتعلم هاو تو ميجر زيس تو برامترز اللينس والماس دلوقت يا ولكن جينا لوقت حل الاكسرسايز تعالوا نحل مع بعض نمبر وان ايه بتزير اه سبيز ار نوت ديفينت يعني ايه بقى الديفينت اوش الحاجة المحددة للليكود الحاجة السابتة للليكود والحاجة الغير سابتة طبعا الشيب نوت ديفينت غير سابت اما الفوليوم سابت فهي عندها حاجم سابت لكن شكلها غير سابت ايه الحاجتين اللي تعتبر من السوليد لانها عندها ديفينت شاب وديفينت فوليوم هتكون الود عندهم ديفينت شاب وديفينت لانهم سوليد نمبر سري ايه Thi من الحاجة اللي مش بتااخد شكل الكنتينر بتاعها احنا عارفين الحاجات اللي بتاخد شكل الكنتينر هي يبقاوكيد هو كده عايزني اختار حاجة تكون سوليد الاول الكوين déعوير اه الكوين الكوين تعتبر اللي هي العملة الكوين اللي هي العملة المعدنية تعتبر صولد لأنها إيه لأنها لها شكل سابط مش بتاخد شكل الكنتينر بتاعها الحاجتين اللي بياخدوا طبعا حاجات تكون يأما الرجل vit اند بل ما بياخدش شكل الكنتينر دي ليه هي دي ليه؟ لان الووتر بتاخد شكل الكنتينر والاير كمان بياخد شكل الكنتينر الجازز عندها ايه؟ عندها طبعا ما عندهاش شكل ثابت ولا حجم ثابت البارتكلز بتاعة الصولد هي اللي قريبة جدا فعشان كده هنختار مادة تكون الجولد ايوه هو الجولد الستيم والستيم اللي هو البخار ده جاز الملك ليكود والاكسجين جاز برضه البارتكلز بتاعة مين اللي ما عندهاش انرجي كتير اكيد برضه بتاعة الصولد استيت اكيد هو الربر لان الربر صولد استيت اما كلهم يعتبروا جازز غزات يكون عندهم اكتر طاقة ممكنة نمبر ايت عشان نقيس او الطول بتاع ترابيزة معينة فاحنا بنستخدم ايه؟ بنستخدم طبعا بكده يا ولاد نكون خلصنا مع بعض شرح اتمنى تكونوا فهمتوا واستفدتوا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا معنا في القناة لو لسه ما اشتركتوش وكمان تكتبونا كومنت تحت في التعليقات عشان نتعرف على الناس الحلوة ايه اللي بتفرج علينا اشوفكو على خير ان شاء الله الحصة الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته